اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع جديد تمام اه طبعا مش مشترك في القناة اشترك في قناة فعل الجرس اخواني اعطونا الفيكات عشان الامور تكون طيبة طيب اليوم احنا منا نصيد اشارات يعني دخلت هالموقع هال بدي اصيد الاشارات اللي موجودة في يعني بدي اشوف شو في داخله اشارات او اعيش بالدل او الى اخري تمام يعني بدنا نعتمد انه في عنا زي الصيد يا اخوان تمام انا والله الى غاية الان لا اعلم اذا في اشارة او لا لكن زي الصيد بدنا نحاول نصيد الاشارات تمام هاسا نصير وبعتولك على التعليقات اه الصيد وان تتقوث على كل احضار تمام بدنا نحاول اليوم نصيد اشارات ماشي نشوف شو في عنا اشارات في هاي المنطقة ونشوف ايش ايش الوضع تبع هاي المنطقة وانها هل هي تكنيزية او غير تكنيزية وايش وضعها في الظبط ونفحصها في الاسياخ ونشوف شو الوضع ان شاء الله نبين معنا طبعا فيه شغلة مهمة اخوان بدي افاهمكم اياها بالنسبة لفحص الاسياخ لفحص المعدن تمام الان احنا منعتمد فحص المعدن في المناطق اللي ما فيها اشارات يعني منطقة ما فيش فيها اشارات باعتمد فيها فحص المعدن وبشوف اذا كان فيها معدن او لا تمام الان الاشارة اشارة المعدن الزيجزاق اللي بنشتغله وبنمشي عليه ماشي بوصلنا لاشارة يا اخوان يعني عند تأكيس السيخ او تأكيس المعدن ماشي بتلاقوا حال كو وصلتوا لاشارة يعني انكست معي ربعت المنطقات طلعت على الصخرة مثلا الموجودة بلاقي انه فيها اشارة واشارة بتكون مهمة اما اشارة قبر اما اشارة مهمة من الاشارات التي تعرفوها تمام فهاي القصة اخوان ضروري نعرفها وضروري نفهمها السيخ اليوم بساعدك على انك انت تلاقي الاشارات تمام طبع ما رح اتجربها في الموقع اخوان الانه كله عشب بخافكم في حياة بخافكم في اشي ما بعرف شو هو تمام يعني احاول اشوف اشارة انا واشيك على الاشارة فيها معدن اولا تمام طبعا تابعوا الاخر الفيديو يعني اللي بتابعش الاخر الفيديو تابع الاخر الفيديو لانه اذا لقينا اشارة بجوز نلاقيها هسا بجوز نلاقيها كمان شوي بتعرفوش على الوضع تمام حاول نشوف ايش في عنا اشارات طعا عندي اشارة مغارة هيا هون اشارة مغارة كنت في موقع قبل شوي في اشارة جمل لكن الزلمة رفض اني اصور ماشي لكن اشارة جمل بارك يعني قاعد مكانه لكن الرجال يعني رفض اني اصور ويقول لي انا ما بدا اصور المنطقة فاقلت له انت احر ماشي اعطناه الحرية يعني انه هو بده اصور او ما بده اصور عرفتو منطقة كنا فيها مبارح برضو رفض اني اصور عشان في المنطقة كثير ناس بتعرفها فبدوش يعرف انه فيها هون اشارات او الاخرية طيب خليكم معنا نلاقي اشارة ونبلش تصوير فيها ونشوف شو الوضع خليكم معنا طبعا يا اخوان اللي اللي بيسأل ماشي بقول انت ليش بتحفرش وانت ليش تحفرش يعني احنا القناة خلينا نقول مثل ما انا سطالع ادور اشارات تمام باشوف اشارات لاهي الارض ارض ابوي قبلها المرة ولهو الموقع موقع ابوي تمام يعني مش مش موقع انا اقعد والله انا احفر فيه تمام تعرفوش الارض لمين اوكي هسا فيش حدا بقدر يمنعني اني انا اصور لكن ابحش ممنوع يا اخوان عشان بيضلوا يبعتوا يقول لك انت مورجتنا شي شي مورجتنا شي شي يا اخوي اي لو في شي مورجكاش اياه تمام بدي البس حالي تهمي عشان حضرتك تشوف انه طلع الدفين ولا لا مشكلة طيب شوفوا هاي هاي زي ما احنا شايفينها طبعا هاي غطاء لا اي شي اخوان داخلها اي شي غطاء له تمام شوفوا القص كيف جاي شوفوا الطريقة اللي جاي فيها القص نازلة تحت شوفها الحجر متحرك راكب عليه هذا الحجر الكوب حلوة هاي راكب عليه ركوب زي ما انتم شايفين هاي خلينا نشوف بله فيها اشارات ولا لا طبعا هون عندي الجرون هاي الجرون شايفين ها مع نزول سيال مع اشارة هون خلينا نشوف شو هي مع اشارة المغارة شايفين اشارة المغارة كيف مع نزولها السيال لهون يعني هاي عندك حفر حفر في المنطقة هاي يا اخوان هون الحفر هون تمام والله هي منيحة هاي طيب شوفي عندي انا هون عندي رمزيته مربح اشارته مربح طيب شوف كم من بصمة عليها هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث تمام مع اتجاه من هون توجيه بسيط من هون مع بصمة بصمتين تمام مع جرن مع السيال اللي موجود كويسة هالشارة اثن في عندي قبور لكن ليش اعطاني يعني صراحة ليش انا ادخل من هاي المنطقة مع انه بقدر ادخل من هاي المنطقة تمام يعني الحجر متحرك يمبين انه متحرك يمبين انه متحرك لكن في عنده شرط لجف ثاني شايفينها هاي شرط لجف ثاني هاي هون تمام هاي شرط لجف ثاني الله العليم انه موهي الاشارة هون اللي حطها موهها بهذا الجرن اللي هون هايو خلينا صوره نجيبها من هون موهي الاشارة بهاي بتجرن هاد وعطاها من هون قال لكون هون النزول لكن النزول من هناك من هالمنطقة هذيكي او انه هذاك موقع ثاني يا اما انه موقع ثاني تمام هاي شرط حلوة حلوة كثير طيب افحصها معدن بس يا اخوان يعرفتو يعني بس بدي افحصها معدن هوا هذا سيخ المعدن بس معدن بفحصها طيب انفحها السريع راح يكون اذا اكس انه في معدن او ما في معدن فقط لا غير يعني ما بدي اربع ولا اسوي ولا اعمل لسا الفيديو باوله ولسا في عنا شغل كثير تمام لان بس اربع اذا فيها معدن او ما فيها معدن مش بالضرورة كل اشارة يكون فيها معدن تمام يعني انا مشيت عن الاشارة مسافة ماشي ما اعطنيش ولا تأكيسه ولا حرك السيخ حتى اذا مشي كثير مهتمين بهاي الاشارة تمام اذا انا او الاشارة ما طلع فيها معدن ماشي لكن اشارة صحيحة ممكن يكون في تحتها قبور ممكن يكون في تحتها شغل بس لكن يعني ما بيهمنا الشغل كثير تمام او ما بيهمنا اطلع ايش ايش الحضارة كانوا بايش يشربوا بايش يوكلوا بايش يسووا بايش يعملوا بهمنا شو الموضوع تمام احنا بهمنا موضوع التكنيز او عدم التكنيز طيب خلينا نشوف اذا في اشارات ثانية في نفس المكان وفي اشارات كثير لكن حاول ان اشوف اشارة بتهمكو يعني حاول ان اشوف اشي بيهمكو ما بدي اشي انه ما تهتموش فيه لا بدي اشي بيهمكو تمام انتو اذا بتشوفوا في الفيديو اي شي احكولي يعني يقولولي مثلا شفنا كذا شفنا كذا شفنا كذا شارت اللجف حلو حلو كثير شارت اللجف طيب هاي شارت اللجف ايش في معها خلينا نفهم شو في معها شغلات ممكن احنا نفهم ايش الطابق تبعها يعني في شارت اللجف ثاني يعني هذا الحجر ممكن يكون متحرك وممكن يكون المدخل من اي مكان يبدك من هون يعني من هاي الاشارة او هاي الاشارة بتقدر تدخل حنا طبعا بصير معنا شغلات اخوان انه زي هيك بنكون ندور على اشارة تمام مع اي اشارة بتطلع معنا اشارات حلوة كثير 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 طيب خلينا نشوف هاي بالله يا السلام هاي حلوة هاي اشارة حلوة دقيقة تمام 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 اشارة تشكيل المغارة طبعا قريبة هاي المغارة كثير قريبة اشارة تشكيل المغارة هاي ها تمام في بصمة اي هون في النص هاي البصمة الاولى وهي البصمة الثانية شايفينها هاي البصمة الثانية اللي هي بصمة التأكيد يا اخوان هاي شايفينها بصمة التأكيد يعني عندي شغل اكيد هون في المنطقة هاي شوف اشارة ثانية كمان صيد صيد هي عبارة عن صيد يعني يعني انت بتدخل على منطقة كأنك بتصيد قاعد خلينا افحصها مع دانهاي كمان قلتلكو انا ضروري يكون معك الاسياخ وين ما بتروح همي على جنبك هاي محطوطات على جنب شايفين يا اخوان على الاحزام حاط دائما يكونوا محطوطات على جنبك عشان لما تدخل موقع شوف اشارة افحص افحص بهمك شنو اليوم الاشارة مهما كانت احترافية لكن افحص خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم الآن في عندي حركة بسيطة للسيخ حركة بسيطة لكن هاي الحركة يا اخوان يعني يدوب بس اعطت اشي بسيط تمام هاي الحركة بتكون هي عبارة عن عمل او شعني اوكي ذهب ماشي لكن عمل يعني ممكن يكون حاط له عملتين شافر لاشي فبتعطينا اشارة بسيطة للموقع هاي مثلا هاي هاي الحركة شايفينها بس هاي تعطينا اشارة انه في اشي بسيط جدا تمام فبنتركها لصاحب النصيب طيب خلينا شوفوا في الناشارات كمان بسم الله الرحمن الرحيم يعني واذا قلت لكم اذا شفتوا اشي يحكوا لي ماشي برجع لي هالمنطقة عادي ما عندي اش مشكلة هاي ديروا بالكم من العشب اللي زي هيك بكون تمام هلو بالشتة عادي بس انه ديروا بالكم منها يعني بخصوصا في المناطق تبعتنو ماشي هاي بتكون مخبية تحتيها بلاوي يعني بتكون مخبية حيايا تمام وبيعتمدوا هذا العشب اللي زي هاي شايفينه باعتمدوا هذا العشب عشان يقعدوا فيه طيب هاي كمان اشارة عندنا هون اشارة حلوة تشوف اشوف هاي حجر مية بالمية اذا في عندي مغارة هون تمام طبعا ديش انا بفحص من فوق الحجر بس فقط لغير ما ببعدش عشان امامسكش هالة ثانية لانه منطقة هون تكنيزية اخوان فعشان امسكش هالة ثانية بفحص من فوق الحجر يعني شايفينه اشارة كيف طبعا طلعوا هاي هذا الحجر اللي ملزق جوه هات هذا عبارة عن مصيدي اخوان هذا مش متحرك الحجر تمام هذا عبارة عن مصيدي في داخل هاي المغارة تمام وضع المصيدي حط المصيدي طبعا هاي اشارة اللاجف تبعتها شايفينها حط المصيدي لانه احتمال تكون تكنيزية نفحصها هاي حلوة خلينا نفحصها ونشوف الفحص ليش بعطينا تمام طبعا هاي اللي اشارة هون اوكي هاي السيخ تبع المعدن ده اروح باتجاهها ونشوف يعني حط الجرن وحط داخله طلعوا كيف شوفوا السيخ من وين بلش يشتغل على طول بلش يشتغل تمام خلينا ارجع اخذها مرة ثانية انتبهوا على حركة السيخ اخوان هاينا بحاول اني اطلع السيخ كامل تمام انتبهوا على حركة السيخ وين بلش يشتغل طلع هاي بلش خلص تمام لان اعطاني توجيه بسيط اعطاني توجيه بسيط اذا في عندي مغارة عندي نزول وهيكي سجاي المغارة بها المنطقة هاي اعطاني توجيه بسيط طيب لو لفنا على منطقة من مكان ثاني جيناها من مكان ثاني هاي الاشارة هون تمام وهي السيخ خلينا نشوف وين بيأكس معنا طلع وين اكس تمام نفس المكان اللي حكينا عنه اذا في عندي شغل اعطاني اتجاه بسيط يعني هاي باتجاه بسيط هون في عندي شغل في هاي المنطقة فيها معدن فيها تكنيز بسيط لكن حلوة تمام يعني تستاهل الواحد تشغل عليها شايفين وين رجعني رجعني باتجاه الاشارة فالحجر هون معمول بهاي الطريقة طلعوا يا اخوان كيف السيال تبعوا هذا كيف ونازل وين نزولا مع الحجر هذا اذا في عندي لجف من هون وعندي لجف من هون يعني بقدر انزل من هون بقدر انزل من هون اشارة مغارة داخلها مصيدي هاي المصيدي اللي احنا شايفينها تمام مغارة داخلها مصيدي يعني بده دير باله الباحث اللي بيجي يشتغل بيجي يحفر او بيجي يشتغل احييك اشارة بده يدير باله عشان ما يوقع فيه المصيدي تمام اليوم بس صيد اشارات يا اخوان يعني بس بنصيد اشارات وبنحاول انه نطلع الاشارات اللي ممكن انت وانت تطلع على على ارض زي هيك تمام? يطلع اشارات احلى من هذولا لسه. بس هذول الاشارات بسيطة يعني هذول الاشارات بسيطة جدا. طالع كيف الجرم جاي. شارت اللجف جنبه بالزبط طالع. هاي شارت اللجف جنب الجرم بالزبط. ما عليها كلام هاي. ما عليها اي غبر. طالع شارت اللجف الثاني. هاي شارت اللجف هون. ثاني هيا هون شايفين ها? اذا في عندي مدخلين الها او مدخل واحد كبير. طيب على ايش الرمزية تبعت هون? على ايش بيدل? طلع المثلث طلع 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 طلع. يا سلام. طلع المثلث محلى. هاي السلام ورجي كلها. هاي. شايفينه? المثلث صحيح مليون بالمية. مع توجيه. هذا طبعا قطع اخونا هاي التوجيه هون اسف. مع التوجيه بسيط. باتجاه الحجر ها باتجاه شرط اللجف. اذا في عندي مقبرة هون. طيب شو بدلالة المقبرة اللي موجودة هسه بنعرف. هسه بنعرف شو دلالة المقبرة الموجودة ليه لوجود الجرون حواليها او على اشارة نفسها وجود الجرون كثير. هيك المفروض. مشكلة هون. هون والله ما هم بيين عندنا ايش يا اخوان كلها هو شو? تمام? بكون وجود الجرون كثير يعني هي هاي تطلع المثلث محلان. بجنن. والله اهتمال هون كمان في دخلة تراكب الحجار بصفتات تصفيط. وهي عليها جرون تثبيت ايو. ايو جرون تثبيت. حلوة والله هاي. هاتخل نفحصها مع دان شو رايكو? نفحصها مع بعض معدن. يلا كل واحد جهت السيخ ومن عنده. عشان نفحصها سوا معدن. هاي هارون. تمام? يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي السيخ معنا. طالعوا من وين اخدت الاشارة? تمام. طالعوا من وين? لسا انا ما يدوب مشيت. اذا فيها فيها تكنيز. هسا راح تجي تقولوني طب هنه واقع جنب بعض هذولا. طب هاي كيف فيها تكنيز ومؤثرش الهالة هذيك عن هاي? لاني انا ما بروح عن العشرة متر في عشرة متر فقط. لاني انا ممكن هسا فوق الفراغ. وضحات? يعني يعني هالة هذا هسا بالنسبة لي اقوى من هالة اللي جنبه هون. هذا الهالة تبعته اقوى. ليش? لاني انا من ضمن الهالة. يعني من ضد داخل الهالة. يعني هنا ما في ما في اقدر احساب عموك. لانه هنا ممكن هالة هالتين فقط لغير او هالة وحدة. تمام? انا من ضمن الهالة الاولى. ماشي? مش بعيد عنها والله انه ممكن تودين على الكمية الاكبر او الكمية اللي زي هيك. لا بس واحدة يعني هاي. طيب. بنشتغل كمان مرة. تمام? طرع من وين بلش? بلش يشتغل معي. من وين? لسه ما اكسش معي. بكملي شوي. تمام? اعطاني تأكيسة صحيحة. وين اعطاني تأكيسة عندها دول الهجار. طيب. لو بدأ افحصها من الجهة الثانية. بدأ اجي عليها من الجهة الثانية. وافحصها واشوف شو الوضع. تمام? شان اكد على المعدن وجود المعدن بالشكل الصحيح. اليوم فيش معي حدا يصور يا اخوان. شانك بصور الحالي. كان واحد صورنا اياها. كان الضبط معنا الشرح اكثر. طيلا. بس بس تمر من فوق نقطة الصفر. اجت عليها وعكست لورا. اجت باتجاه الايد. وحكينا احنا بالتجاه الايد بنزل المعدن. اذا في عندي معدن هون كمان. تمام? يعني في النقطة هاي اللي انا فيها هسا هاي. هاي. فيه ثلاث قبور او اربع. اه خلينا نحكي مدافن. فيه ثلاث مدافن او اربع مدافن. ماشي. والاربعة فيهم شغلات. لكن مش شغلات قوية. يعني مش اشي كبير كثير عرفتو? يعني اشي بسيط. مقابر. هي مغتنات الشخصية تبعت المقبور جوه. ماشي. مش اشي عظيم يعني. مش اشي والله الواحد. اوكي بنشغل عليها. رزقتها حلوة يعني. الشغلات البسيطة هاي. رزقتها حلوة. ماشي. لكن يعني مش اشي كبير. كويس. يعني احنا بس مقابر. يعني هاسا هون بس مقابر اللي احنا بنشتغل عليها. مش اشي كبير. هات خنشوف الاشارات اللي هون. تلعوا اشارة المغارة محلا. سيما لعوا فيها مكسر من هون ومن هون. شكل باقين فاكرين في ايران ولا اشي. تمام? كسرين ها. طلع. طلع. اوكي فستشوف بس تبين عشان الخيال. طلع محلا. كسرين. انا مش عارف ليش. يعني بيجوا بكسروها هاي الاشارة. ليش? ليش? شوفي عندك انت تكسرها. هاي نحنا بنشوف اشارات عمرا ما كسرنا اشارة. بنشوف اشارة بنظرنا ماشية. ليش بتكسرها? مش هالاشارة العظيمة بتكسرها. هون في في فراغ تحتها. تمام? هون في فراغ. نيحة هاي. طيب. خلينا نشوف هاي الصخرة. اخر شي. نشوف اذا عليها اشارات علامات. سلافة. اذا انتم شفتوا اشارة يا اخوان احكونا. يعني حتى انتم اذا شفتوا اشارة احكونا فيه اشارة الفرينية شفناها بالدقيقة مثلا هالقدة ثانية هالقدة. بنرجع لها يعني ما عندي مشكلة. انا برجع بصورها كمان مرة. وبفحصها كمان. يعرفتوه? انا مش يعني شغلتي هاي اللي انا بطلع حسا مثلا بصور والاخره مش ممنوعة يا اخوان. مش ممنوعة. الحفر ممنوع. لكن اذا بتشوفوا اشارة حلوة بنجي بنصورها. ممكن انا يعني اغفلت عن اشارة ماشي. بما انه انا ماشي ممكن يكون اشارة انتم شفتوها. تحكونا عنها عادي. هاي تجميع مي شفنا. هاي سيال نازل من هون. وهاي تجميع المي هون. بعدين تجميع مي تحت. كله قاعد بنزل اذا في عندي بير في هاي المنطقة. في بير هون. فعليش بير ببينش? لعنه بكون نازل فيه مي واحجار وهذا بكون سكف. ما يكونش مفتوح. ممكن هو يكون مفتوح في المناطق الاثرية. يا سلام شو هان? هات خن شو هان? اوف. طلع. شوفة هيك? شو هانا? طلع التثبيتات اللي عليها. هذا مربط هذا شفينو. هاي مربط هاي. هذا مربط. نعلق السيخ. مربط هذا. تمام. هاي تثبيتي هون. شايفين ها? هاي. هاي هون. حلو. حلو. طعم. نبحصه معدن هو هو ران لكن خلينا نبحصه معدن بلكي بلكي زبط معنا. والران ما رح يزبط معنا. في كل الاحوال. الران ما رح يزبط لانه التردد تبعه فوق الارض يا اخوان. تردده فوق الارض مش تحت الارض. يعني التردد بطلع مثلا على سبيل المثال هون المعدن. تمام? التردد هو حوالين المعدن ماشي مجرد ما طلع من الصخرة انتهى. مش زي الارض. الارض بتعمل مكثف تعمل تقوية للاشارة. تمام? اللي بكون مدفون تحت بعمل تقوية للاشارة. في واحد سألني مرة. قال لي اذا احنا اا بنطم ران مثلا خمسين سنة ماشي ممكن يعطي اشارة بعدها ممكن يعطي اشارة. اذا تطم للران على متر متر ونوسف بعطيك اشارة معدن. بتصير تشبع عندك بالالله مصلا سيد محمد بالالتربة مثلا والسخور تصير تتشبع معك بالهالات اللي موجودة لكن هو الران كران على الشكل احنا منشتغل ما منشتغل على اشي هاي في عندي مثلا في عندي معدن لكن مش يعني زي زي انه مثلا قبر في قطعة صغيرة جواته ماشي يعني ممكن حرفي بسيطة للسيخ طلعوا بس حرفي بسيطة لكن هيها بعطيني قاعد لكن ما بيأكس يعني ما برجع معاي رجوعا زي هيك ولا بعطيني اتجاه ولا بعطيني اشي تمام يعني ممكن خلينا نحكي اربعين بالمية انه يكون في معدن بس مجرد ما طلعت من فوق بس اعطاني توجيه بسيط جدا بنعرف انه في معدن ممكن يكون في معدن لكن بسيط جدا اربعين بالمية عن احتمالية الاربعين بالمية انه يكون في معدن مش اكثر من هيك تمام بس اشوف هاي هاي شايف انا عجقتني خلينا اروح اشوف شو هي شو هالطراب هذا اللي هنا صراحة يعني اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الله لا اعلم انه هون في قبر ملكة. بس وين اشارته هاي? طلع مشكلة الشجرة الفوقية ممكن مغطي الاشارة. هاتوا خلينا نشوف وين اشارته. ندور عليها. اشارة مربع هون. اشارة مربع بس ما بتدل على هذا الشغل. هذا الشغل اشارة مستطيلة كبيرة اشارة مربع كبيرة يعني. الله اول مرة بعرف. طبعا هذا الحور. شايفين هذا التراب? هايو هذا التراب. هذا الحور. هذا احسن اشي للدفاعن يا اخوان. لكن اللي مشتغل عليها فنان. فنان فنان فنان. هذا قبر ملكي يا اخوان. شايفينه? يا سلام. الله لا اعلم ان هون في قبر. دقيقة. تلعوا كيف? هاي هاي المنطقة. اعلمش اذا نبينه ولا لها على الفيديو. هاي المنطقة. بيكون عليها شحف. بيكون عليها بلطات يعني. تمام? بيكون تسكير بلطات هيك. وحطين عليها طينة اللي هي تليسة تبعتهم. بيكونوا مسكرين عليها الطينة عشان هيك ما بتهفت معهم. بيكونوا مثبتينها. هاي المنطقة ببلطات. هاي هنا كمان. نفس العملية. بيكونوا مثبتينها بالبلطات اللي احنا الشبايح اللي احنا بنحكي عنها. اللي هي تبعة القبر. تمام? لكن كثير حلو. كثير كثير يعني ما طيول. الله يرزق الله خدق. شايفين محلة? هذا ما نجي نقول احنا والله في قبر صخري. ماشي بصير يقول لك اها ها قبر صخري. كيف قبر صخري يعني? هذا هو يا اخوان. شايفينه? هذا قبر زي قبر الصخري. نيجي بنقولهم يلا وخلينا نشتغل وخلينا نفتح وخلينا نشت... نسوي. سيروا يقول لك لازم انت متضحك علينا. هاي قبر صخري. بس يش نبيني اشارته? احتمال اشارته تكون هون. بس في اشارة على الباب تأكيد. هيا خلينا نشوفها بالله. اشارة تأكيد على الباب هاي هي. شايفينها? هاي. هاي جرن هاي طلاقه في عامل. بس كيف جاي زي ما بحكي لكو أنا كل مرة جر المغارة من هون فاتح ومن هون مسكر. هاي منطقة هيك يعني هيك بنفحص فيها هيك. هاي بعرفونا الاشارة شو هي اللي موجودة. ممكن مستطيل ممكن اشي مربع. الله خندور على اشارتها يا اخوان. نشوف وين اشارتها. لش انا طولت عليكم في الفيديو كثير بس يعني نعتبرها درد اشي ما بعض. مشكلة مش مبين ولايش. طال حتى حتى الموقع هي هون تحت هاي. تمام? مش مبين. يعني والله انا اتفاجأت فيها صراحة. صراحة تفاجأت فيها. يعني تيجي واحد بتقول له هاد شوف بتقول له هذا قبر شمسي. بقول اخوان زي ما شو قبر شمسي يا عمي قبر شمسي. صور وقول لك ولا ولا مش عارف ايش. حلال احنا شغلتنا. احنا عارفين شو نحكي. طلع هاي ولا مبين اشي. هاي. جينا من هون هاي والله. والله ما بعرف اقسم بالله اخوان انه ما بعرف انه هون فيه قبر. هاي. قبر ملكي حلو يعني. هذا قبر بسموه القبر ملكي اللي بكون تكنيزه قوي يعني. طالع. وعميق يعني. فيه ثلاثة متر. الصفاة شوف الصفاة قد قديش. الصخرة يعني. طلعوا قديش هاي المسافة كلها. بعرفش اذا ما بيني على الفيديو ولا لا. المسافة هاي كلها. القبر هون تحت. واحتمال انه فيه سردات. انا كنا مش راح انزل. احتمال انه فيه سردات من هون هيك بودة تحت. يعني هاي شايفو ملجوف كمان لتحت. واحتمال برضو من هون في دخلي. لكن انا مش راح انزل تحت. تمام? للتوضيح للتوضيح. مش راح انزل تحت. طيب. هاتوا خنشوف شو فيه هنا كمان. هذا شكله باقي. باقي غني هون. طلع طلع الصبر جيكو هالشغل تاقي. تمام. طلعوا على العمود. هاد عمود. طلع القص تبعه من الاخر. هذا هيك كان واقف يعني. ها هيك كان واقف. شايفين قص اللي بكون محطوط على الارض. هاد عمود. احكي لكم سر يا اخوان. سر حلو. مهم جدا. في العبادة الوثنية. لما كانوا هم اه وثنيين. ماشي. كان عندهم شغلة مهمة جدا يسووها. اللي هي اتصال الجسد. اتصال الجسد مع الارض. تمام? فكانوا يمثلوا الاموات بصخرة. ماشي. يعني الشخص اللي بموت عندهم يمثلوه بصخرة. دقيقي باس نشيك على هذا. ماشي. شايفين? انا كيف عرفت النوران? طلع. طلعوا خزق الاول. خزق الثاني. شايفين هم? هاي هم خزقين هيك. هاي واحد. ها. ان شاء الله انه مبين واضح. هاي واحد وهي الثاني. تمام? القطعة مبينة نافخة طالعة عن الصخرة. لان الحز اللي موجود هاي شايفينه? هذا الحز اللي موجود. هاي مبين واضح ان شاء الله. تمام? مبين. هاي مع الجرنها. وبروح من هاي المنطقة. تمام? ملاف. وهذا اتوقع النوران. ماشي. الان خلينا نكمل. في العبادة الوثنية تبعتهم. كانوا يعتقدوا انه اتصال الجسد مع الارض. اتصال الجسد مع الارض هو الدلالة الصحيحة اللي بيشتغلوا عليها. يعني بيعتبروا انه الصخرة اللي زي هاي هي عبارة عن روح الميت. تمام? فكان لما يموت عندهم واحد يجيبوا صخرة زي هاي ينحتوها ويزبطوها بشكل التمثال. لكن هي مش تمثال. ما بتبين تمثال. لكن بشكل التمثال ويغزوها بالارض. تمام? يغزوها واكفة. انه هون هذا الشموخ او الاخره. يعني بيكونوا عاملينه على اساس انه ايش مقدس. زي التمثال بتكون. بتكون واكفة الصخرة. مثل هاي الصخرة. ماشي. هاي عشان نفهمكم اياها هاي في العبادات الوثنية يا اخوان. الوثنيين كانوا يعتمدوا على الرمزية هاي اللي هي الصخرة يوكفوها. ماشي. على باب مثلا. هاي ممكن كانت هون يا اخوان هون. في منطقة هاي. تمام? قريبة من القبر اللي موجود هون. تمام? فهاي كانت من الوثنيات اللي كانوا يشتغلوا فيها. كانوا يعتمدوا وجود الصخرة. تمام? لكن والله انا اتفاجأت في القبر هذا اللي هون. قبر رائع يعني حلو حلو جدا جدا جدا. طيب عشان ما نطول عليكم يا اخوان طولنا صلى نص ساعة تقريبا. عشان ما نطول عليكم. نشكركم للمتابعة. وان شاء الله في حلقة جديدة. في مرحلة رحلة صيد زي اللي احنا في هاي اللي رحناها. وبنشوف شو في عنا شغلات. وقصص. يعني يعني انتو تستفيدوا منها. تمام? وبنرجع بنحكي لاللي بقولنا. ليش ما بتحثر وبتطلع ومش عارف ايش? بنقول لك نفسي كلعم صديقي. التحفير عندنا ممنوع. قانونيا. فاحنا مع القانون مزلد القانون ممنوع. لكن فيش حدا بمنعني اني اجا صور هاي الحفرة. تمام? نهائيا. فيش حدا بقدر ييجي يقول لي انت ليش بتصور في هاي الحفرة? راح اقول له انت ما لك دخل. تمام? قانونيا مش ممنوع التصوير لكن الحفر هو الممنوع. لا نحنا لما نلاقي موقع تكنيزي ونشتغل عليه. نجي بنقول مثلا هنا في معدن لكن احنا ما بنشتغله. وضحات? لكن بنعرف انه في معدن اولى. وضحة كيف الامور? خلينا نشوف هذا في معدن اولى. شو رايكو? بسم الله. رايح. طال الله يرزق اللي اخذه. الله يرزق اللي اخذه. شكرا لكم للمتابعة يا اخوان. وشكرا لكم على صمودكم معنا في هاي الحلقة. شكرا لكم جميعا. شكرا.